سؤال من الأخت سامية من مصر أهلا وسهلا سامية أهلا بك يا أستاذ نتصار أهلا تفضل أخت سامية من فضلك أنت عايزة أسأل يعني حالة التسبيح وحالة الصلاة ومش عارفة أوصل للحالة دي يعني أنا يوميا موازبة على قراءة في قراءة الإنجيل وكل يوم يمكن بحفظ آية لكن عشان فعلا أعيش الحالة دي بالزبط أنا مش عارفة عيشها يعني قبل البرنامج أنا كنت قريت في الإنجيل وعملت القراءة اليومية بتاعتي وأريت في سفر أشعية وحفظت الآية في الإصحاح 25 يا رب أنت إليها وأعظمك وأحمد اسمك لأنك صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم أمانة وسط كل دا أنا عارفة لكن أنا أعيش الحالة حالة التسبيح وحالة الحمد كل دا أعيشه إزاي حتى يمكن عايزة أقولك أن أنا معرفتش أصلي يعني اكتفيت أني حفظت الآية ومعرفتش أعيش ولا أتكلم حسيت أني زي ما يكون لساني مربوط مش عارفة أتكلم بس شكرا أخبت سامية وصل سؤالك أي رد؟ هنا بيك يدور الروح القدس أيوة إحنا ما نقدرش نقدم هذه الظبيحة ظبيحة التسبيح إلا بالروح القدس وعلشان كده بيحردنا الكتاب امتلئوا بالروح ما فيش ممكن عبادة تكون مقبول لا أحد يستطيع أن يقول لي الثوع رب وده عبادة ده تسبيح ده تمجيد لربنا ي الثوع إلا بالروح فثؤالي لكل اللي بيعدي في حالة مشابهة هل أنا مدي الروح القدس مجيله في حياتي؟ هل ممكن يكون في حاجة بتحذن نروح الله جوايا؟ هل في أمر بيخلي روح الله القدس مطفي في داخلي؟ ولا أنا مدي المجال للروح القدس وانشئ في عبادة وتثبيح وترتيل وترنيم للرب؟ خليني أقول للأخت سامية حاجة بسيطة خالص في نفس ضوء الكلام اللي كنا بنسمعه دلوقتي لو عندنا إزازة فاضية وليها سدادة وربطناها ورميناها في البحر عشان تتملي مش هتتملي لو طلعت الإزازة دي وشلت السدادة منها وحطتها تحت حنفية بتنقط نقطة كل شويتين هتتملي المشكلة ما كانش في البحر اللي مملهاش ولا الميزة كانت في الحنفية اللي ملتها لكن القصة كلها كانت في الإناء نفسه في الإزازة اللي عليها سدادة اللي كان بيحكيها خدم الرب النهاردة ليس تعداد يا أختي العزيزة أنت محتاجة النهاردة تقولي للرب من فضلك املاني بروح التسبيح أنا مستعدة أني يا رب أقبل الكلام اللي أنا كنت بحفظه عن عظمتك وعن مجدك أنه يتم في حياتي من فضلك أنا مش خايفة أنه تيجي في وقت من الأوقات أنك تعديني في أمر تثبت لي فيه أو توريلي توري عناية في عظمتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر